الله ما قال بو انه يسدد الاحتياج طول ما هو خالقنا وهو خالق الكون وما زي ما بيقول انه كل حاجة دانا لها في يدنا اكيد الله هو القادر انه يسدد كل احتاجاتنا الجسدية لولي احنا جينا شوفنا كده في كتاب المقدس في ملوكها الاول بشوف ايليا وبنلقى الارملة ايليا الله قال له يمشي للارملة والله عارف انه دي ارملة زوجها متوفة وعندها ولا ما عندها معيل ولا زوجة يعني مسؤول منا ايوه طبعا هي بو هي وولدها هي وولدها بس لكن الله رسل إليا مخصوص انا هتفكر كده وانا بشوف في النص ده انه يا ربي في المنطقة دي في المنطقة بتاع الصرف ده ما في زول هناك تاني موجود قير الارملة لكن الله عايز يوري انه من ابسط الحاجات الله بيقدر يسدد الاحتياج يقول لي يا إليا امشي لبيت الارملة هناك فيه ارملة بيسدد الاحتياج بتاعك كده المقدس بيقول كده إليا وفاته هو بينادي في الارملة وطلب منها انه اول شي ديها موية وهي ماشا الجموة تانية نعدها المرة التانية قال له ممكن تعملي لي شوية خبزة تجيبين في يدك وانت جاية بتقول الارملة بيكله بساطة انه أنا عندي شوية دقيق قدر كفة اليد وعندي شوية زيت في كوز صغير لكن إليا بيقولها كلام جميل جدا وكمان اللفت نظرية يا ناس انه المرأة صدقت لانه قال له الله قال كده انه كوبة دقيق ده ما حيفضى وقارو تزديد وما حتى انتهي